مصطفى بيتاس باسم فريق تجمع الدستوري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السيد رئيس الحكومة المحترم السيد رئيس طبعاً أولان والسيد رئيس الحكومة المحترم السيدات والسادة الوزراء المحترمون زملائي حضراتي النواب والنائبات سعيد بالتدخل باسم فريق تجمع الدستوري في المناقشة العرضي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة المحترم حول حصيلة عمل الحكومة التزاماً بالفصل 101 من الدستور وانطلاقاً من موقع فريقنا التجمع الدستوري كمكون أساسي في الأغلبية ومشارك بحقائب وازنة في تدبير شؤونها خلال هذه الولاية التي تشرف على نهايتها بعد أيام معدودة ومن منطلق كون ما يجمعنا في هذه المرحلة السياسية الدقيقة أوسع وأعمق من البرنامج الحكومي الذي صدق عليه مجلسنا الموقر والذي نناقش اليوم حصيلة أجرأته وتفعيله وتؤلف بيننا التقى الملكية السامية بتعيين الحكومة يوم 5 أبريل 2017 ويحفنا دستور 2011 نصاً ومضموناً وروحاً وتوحدنا خدمة المصلحة العليا لبلادنا والالتزام السياسي والأخلاق بالتقة والأمان التي وضعها فينا المواطنون حين انتخبونا وممثل الأمة حينما صادقوا على البرنامج الحكومي الذي نناقش حصيلته اليوم لقد كنا في فريقنا بجميع مكوناته الثلاثة مستحضرين على الدوامة لهذه الاعتبارات في جميع المحطات والمواقف اليسيرة منها والصعبة التي صادفتنا خلال الأربع سنوات من عمر هذه الحكومة حيث اشتغلنا تحت تأثير وعي ومسؤولية إنجاح هذه التجربة بكل صدق وأمانة مهما كانت أحوال المناخ السياسي وتقلباته بل ومطباته أحياناً إماناً منا بأن المغرب محكوم بمعادلة ديمقراطية متميزة تقوم على حسن تدبير التنوع والتعددية تحت القيادة الرشيدة والدائمة لرموز الوحدة والتماسك واستمرارية المؤسسات الذين تعاقبوا على هذا البلد الآمن من ملوك الدولة العلوية الشريفة واحتراماً لهذه المعادلة التاريخ يتم الاعتماد عن منع فكرة الحزب الوحيد بعد الاستقلال كما كرستها جميع دساتر المملكة وبصورة أكثر دقة ووضوحاً دستور 2011 وفي ظل هذا المناخ والإذراك الفكري الواعي بجسامة اللحظة كنا حارسين في فريقنا القائم أصلاً كما قلت سابقاً على التعدد النوعي على استمرارية التجربة الحكومية الحالية وتماسك فريقها والتماهي مع جميع مكوناتها السياسية مهما واجهنا من خلافات وتباين في التقدير والتقييم والمواقف لقد قدمنا المصلحة العليا والوفاء لإئتلاف الذي جمعنا والتضامن المؤسسات الذي يحكمنا على المصلحة الخاصة وقبل الخوض في مناقشة هذه الحصيلة الحكومية لا بد من التأكيد على موقف فريقنا النيابي الداعم لكل المبادرات الملكية الرامية إلى تكريس مغربية الصحراء المغربية والتي عرفت توالي الاعترافات الدولية بمغربيتها وتوجت بالاعتراف الأمريكي بالوحدة الترابية لبلادنا والإعلان عن فتح قنصلية بمدينة الداخلة كما لا بد من التنويه بالموقف الدبلوماسي المغربي الحازم من قضية ما بات يعرف بزعيم الكيان الوهمي الذي أخذ للأسف منحاً يسيء ويضر بصورة الجارة الإسبانية كدولة حريصة على تطبيق القانون وإحقاق العدالة السيد رئيس الحكومة المحترم عودة لحصيلة الحكومة التي لا ننكر أنها إيجابية لكن لا بد من التأكيد على بعض المخاضات السياسية التي عشناها داخل هذه المؤسسة البرلمانية والتي كانت عرفت للأسف مناخاً سلبياً بلغ حد امتناع الفريق الأول عن التصويت على قوانين صادقت عليها الحكومة في مجالسها الحكومية ووصل مستوى التصويت بالرفض على أخرى في سابقة غريبة على الديمقراطية وفي تصرف مرفوض المفروض أن يؤدي إلى سحب التقة من هذه الحكومة لولا الألطاف الإلهية ولولا يعني تعقل الشركاء دون الحديث عن الانتقائية في المراقبة في مراقبة هذه الحكومة التي تعبر عن حالة نفسية غريبة في مراقبة العمل الحكومي حيث يتم التعاطب انتقائية شديدة مع قطاعات بعينها وتؤكد أن هذا الفريق للأسف وعوض أن يشكل درعا لهذه الحكومة وصماما لأمانها شكل عبءا عليها وعلى أغلبيتها دون الخوض في أسالي بعدم التقة والشك واعتماد أسلوب التباكي بشكل مفضوح يسيء للتجربة الحكومية وينفر المواطنين من متابعة الشأن العام والسياسي سيد الرئيس المحترم سيد رئيس الحكومة المحترم الإخوة والأخوات الزملاء ولأننا لسنا في لحظة مجاملة بل نعيش لحظة مصارحة سياسية نودع فيها مرحلة ونطوي صفحة للانتقال إلى مرحلة أخرى محكومة بنتائج صناديق الاقتراء لقد واجهنا فعلا تحديات وإكراهات عديدة وأصابتنا نيران حارقة من مصادر مختلفة سبق أن تطرقت إليها واجهناها بكل تبات وثقة وترفع عن صغائر السياسة دون إخلال منا بواجب الوفاء للأغلبية الحكومية أو التصرف بردود أفعال صبيانية هدفها تحويل فضاء هذه المؤسسة إلى نادي للتراشق لا مسؤول والذي للأسف لا يخدم إلا التسييس والعزوف أو التنازل عن هويتنا الحزبية وتميزنا ومؤهلاتنا التدبيرية وتراكم تجربتنا وخبرتنا الميدانية ونسيج علاقتنا المتنوعة ورأس مالنا المادي وفي هذا الإطار نؤكد أيضا من هذا المنبر على أننا فعلا أمام حصيلة إيجابية كما سبق لأن قلت كما ونوعا وسبق لكم سيد رئيس الحكومة أن قدمتموها بالصوت والحرف واقتناعا من الحكومة أولا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتويجا لما سبق من تقديم للحصيلة المرحلية أو القطاعية في هذه القاعة أو في اجتماعات اللجن المخصصة والنيابة المخصصة للمساءلات والتقييم والمراقبة التي يمارسها البرلمان ونحن متصفقون معكم سيد رئيس الحكومة المحترم حينما أكدتم على أنكم أفتحوا القوس وأقتبسوا من كلامكم فخورون بالحصيلة الإيجابية والمشرفة لعمل الحكومة بل وغير المسبوقة في عدد من القطاعات فإننا مستعدون للمناقشة وتقبل النقد انتهى الكلام سيد رئيس الحكومة وفي الوثيقة التي بين أيدينا ما يدعم هذه الحصيلة الإيجابية بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية ونعتقد يقينا أن النجاح الكبير الذي حققته الحكومة خلال هذه الولاية سواء في المرحلة العادية أو تلك الأخيرة التي تميزت بإكراهات وتداعيات كوفيد-19 مؤثر بالرعاية الملكية التي لم تنقطع مناسباتها من خطب العرش إلى خطب ذكرى طورة الملك والشعب وافتتاح الدورات التشريعية وذكرى المسيرة الخضراء ونحن معتزون بهذه الرعاية السامية وبالمبادرات الاستراتيجية والإصلاحية التي يقودها جلالته لصالح الوطن والشعب في أبعادها الأفقية والقطاعية وفي شتى المجالات كالمجال الاجتماعي والفلاحي والصناعي والديبلوماسي والجهوي وهي المبادرات التي تم ترسيمها عبر المجالس الوزارية أو الحكومية أو التي تم توتيقها وتفعيلها على أرض الواقع وتجدر الإشارة إلى أن وطيرة النشاط الحكومي كانت مرتفعة ومنتدمة خلال هذه الولاية لا بد إن من حيث عدد الاجتماعات التي عقدتها والتي بلغ 215 اجتماع ولا من حيث المشاريع المصادق عليها وهي بالأرقام كالتالي وسبق لكم سيد رئيس الحكومة أن تطرقتم إليها في مداخلتكم بإسهاب شديد حيث تمت المصادقة على 1036 مشروعنا القانوني يضاف إلى هذه النصوص المصادقة على 594 مرسوما تنظيميا كانت ستتعزز هذه الحصيلة النصوصية للعمل الحكومي ببيانات رقمية ووصفية للتعيينات في مناصب المسؤولية والتي نظرا لما لها أو لمال هذه التعيينات من أهمية ومتابعة لاستمرارية العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العامة والقطاعية التي يوليها الرأي العام أهمية خاصة ويخصها بقراءات متقطعة قد نتفق ونختلف مع أحقية المعينون فيها ومصداقية أو صدقية مصاطرها كما نسجل بكل إيجابية التعاول الحكومي مع البرلمان والتجاوب مع المبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من المشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروعاً قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها وبلغت عدد المقترحات المعبر عن أو التي حضيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304 إن هذا المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية الحكومية وسعيها لمواصلة تنزيل وتحديث مقتضيات دستوري 2011 واستكمال مؤسساته وتنفيذ البرامج الإصلاحية والتعليمات الملكية وبموازات مع هذا المحور نمر بعجالة إلى المحور المتعلق بالإقلاع الاقتصادي والاستثمارات وتسريع التحول الصناعي والرقمي كما حيث صادقت الحكومة على ما يناهز 14 اشتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 334 مليار درهم تساهم في إحداث 39 الفرصة عامة المباشرة وتهم قطاعات الصناعة والصناعات الغذائية والطاقة والسياحة بلغت نسبة الإنجاز 3,4% إلى حدود فبراير 2021 ينضاف إلى ما سبق التوقيع على اتفاقيات جديدة بقيمة 34 أو حوالي 35 مليار درهم تساهم في إحداث 18 ألف فرصة عمل كما تم تسجيل تدفق مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 2019 و2020 بما يناهز 15 فصيلة 5 مليار درهم كدليل ومؤشر على صمود المغرب وكسب تقة المستثمرين الأجانب برغم جائحة كورونا وذلك لنجاحه في تدبيرها وسيادة الأمن والاستقرار ونجاعة ومردودية هذه التقة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا بحيث أن نواتيرة إحداث المقاولات من حيث عددها ونموها كان بمتوسط 8% ما بين 2017 و2019 وتستغرق مهدة الإحداث 9 أيام مقابل 20 يوما في منطقة مينان شمال إفريقيا وشترق المتوسط إن هذه الإنجازات الحكومية الأفقية تتعزز وتتقاطع مع المجهودات التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية بدرجات متفاوتة تعكس مستوى النج والطراكم وإقاع الآذاء وفعليته ومهنية المدبرين لأن الإدارة في نهاية الأمر هي مزيج من العلم والفن والأسلوب وهو عمل بشري خاضع للعوامل الداتية من خبرة وتجارب وتميز والقدرة التنظيمية والإنجازية التي يتمتع بها مختلف المسؤولين عن القطاعات والمؤسسات الرسمية ومن خلال تواجد فريقنا في الحكومة كمكون أساسي عبرنا عن انشغالتنا وأولوياتنا وحرصنا على إنجاز المهام القطاعية الموكولة إلينا بكل مهنية واحتراف حرصا على مواصلة إنجاز البرامج والمخططات القطاعية والإصلاحية المدرجة في التصريح الحكومي أو الطارئة والمستعجلة التي لها وقع اجتماعي خاص واسمحوا لي بتقديم بعض الإشارات والنماذج القطاعية التي يعتز فريقنا بتميزها ونتائجها الجيدة منها على سبيل المثال تسريع ومواصلة تنزيل منظومة العذالة وذلك باعتماد وتنزيل القانون 37-17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقد علاوة على ولوج النساء إلى مهنة العدول تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الأمر الذي يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التوديق العدلي بالمغرب ويعزز فرص الإنصاف ببلادنا والمناسفة هذا مع العمل على الرفع من عدد المحاكم الابتدائية من 70 إلى 84 محكام وتحسين وضعية القضاة وموظف كتابة الدب وهذا الإنجاز الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات والتدابير والحكمة التفعيلية في الفصل السلس ما بين السلطتين التنفيذية والقضاء امتتالاً لنص وروح الدستور 2011 الدفع بإنجاز المشاريع الإصلاحية المؤسستية حرص فريقنا على الرفع من الإيقاع الإنجاز للحكومة والتجاوب الشجاع مع القضايا المجتمعية الحساسة كملف الأمازيغية والدفع بتنزيل العديد من المشاريع الإصلاحية وتدبير تمويلها عبر القوانين المالية العادية أو التعددية وتقديم مشاريع قوانين إطار منها ما أخذ طريقه ومنها ما يوجد في المراحل الأخيرة للخروج إلى الوجود كالإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون التنظيم لترسيم الأمازيغية الذي ناضل فريقنا داخل هذه القبة من أجل المصادقة عليه وتعزيز مضامنه وندكر بهذه المناسبة بأننا على مشارف نهاية الولاية الحكومية ولم نعمل على ضرورة التسريع في تفعيل بعض المؤسسات الاستشارية كالمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي رافعة فلاحية خضراء مهيكلة وعابرة للأجيال بالرغم من النجاح الباهر الذي لا تخطئه العين للرؤية الفلاحية لبلادنا والتي لن نعود في الحقيقة للتذكير بقصص نجاحها الكبيرة التي تجاوزت الحدود وأصبحت محطة اهتمام وإشادة من طرف الجميع وكانت أيضاً موضوع إشادة منكم سيد رئيس الحكومة إلى أن هذا المجال بالضبط القطاع الفلاحي عرفت السييساً لم تشهده أي استراتيجية قطاعية في تاريخ العمل السياسي ببلادنا من قبل البعض في محاولة الاستغلاء وللأسف لا زلنا نسمع بعض التوصيفات داخل هذه القاعة من المفروض منهم في موقع الزعيم السياسي أو في موقع المسؤول السياسي يعني إهانات يميناً وشمالاً توزع على الفلاحين ويتم توصيف رؤيتهم الخضراء إلى ألوان تشمئز منها المغاربة قلت عرفت السييساً لم تشهده بلادنا من قبل في محاولة لاستغلاله أولاً لتصفية حسابات سياسية ليس هذا هو مجالها ولا مكانها والشجاعة السياسية تقتضي أن نتنافس في مكان آخر وأن نتنازع في مكان آخر لأن هذه الاستراتيجية ليست ملك حزب سياسي وليست ملك طرف بذاته ولكن هي ملك لجميع المغاربة ويحرص جلالة الملك شخصياً على رعايتها ويعني توفير لها الدعم الكامل أقول لتصفية حسابات سياسية ومحاولة نيل مكاسب انتخابية تبين بصدق أن التقييم الموضوعي بعيد ما يكون البعد للأسف عند البعض فبانطلاق مخطط المغرب الأخضر تحت الرعاية الأخضر أقول وليس يعني لوناً آخر فبانطلاق مخطط المغرب الأخضر تحت الرعاية الملكية السامية سنة 2008 حقق المغرب إنجازات وأهداف وتحولاً عميقاً في المجال الفلاحي شامل مختلف جهات وأقاليم المملكة نذكر منها على سبيل المثال وإن كنت في غنى على أن أذكر كل هذه النتائج لأنه فقط ما عشته بلادنا في فترة الكوفيد تبين بأن هذه الاستراتيجية كانت استراتيجية محكمة مضبوطة حققت الأهداف والجيل الأخضر اليوم الذي يعتبر تتمت هذه الاستراتيجية والذي يدخل في انشغالاته إنتاج طبقة متوسطة وليس مخطط المغرب الأخضر وهنا أعدر أمية البعض الجيل الأخضر هو الذي سوف ينتج هذه الطبقة الوسطى الجديدة الفلاحية إذن بالإضافة إلى الرفع من المستوى الصادرات من مستوى الاستثمارات الفلاحية إلى غير ذلك وتحسين جودة المنتجات الفلاحية وتعزيز الصحة وترشيد استعمال المياه بتوفير جوج مليار متر مكعب من الري والتحكم والحد من التفاوتات الجهوية وتعزيز علامة الأصل يتم الآن الشروع في تنزيل استراتيجية الفلاحية الجديدة 2020-2030 الجيل الأخضر والتي يدخل في مهامها أو في أهدافها دعم شكيل طبقة وسطى فلاحية جديدة الأمر الذي انطلق الآن ولم يكن قط في المخطط المغرب الأخضر الذي بالمناسبة لستمسؤولا عن أمية أحد كما أبانت جائحة كوفيد-19 عن ثمود القطاع الفلاحي واستمراريته وتأمينه للسيادة الغذائية الوطنية والأمن الغذائي في محيطنا القاري وتعزيز صادراتنا الغذائية وتنويعها وسيظل قطاعا واعدا ودافعا لانخراط في التصنيع الفلاحي والتحول الاجتماعي وتوزنه تسريع التنمية الصناعية والتجارية والتحول الرقمي استراتيجية هي الأخرى واعدة نالت هي الأخرى نصيبها من النقد سمعنا في الولايات السابقة من كان يتهمون بجميع البولونات هكذا ذو البولونات لك تجمعوا ليوم تضح بأنه ماشي البولونات هذه استراتيجية واعدة بأهداف وبأرقام واضحة وبفضل الدعم الموجه إلى هذا المخطط عبرت كوي المهني والبحث العلمي واستقطاع بمصنعين عالمين في مجالة صناعية حديثة كقطاع الصيارات الذي أهل بلادنا لتحتل المرتبة الأولى في إفريقيا بطاقة إنتاجية بلغت 700 ألف سيارة سنويا يتضمن النسيج الصناعي الوطني عدة مجالات ويحقق صادرات مهمة ويوفر مداخل وفرص عمل جديدة تضمن عرض السيد رئيس الحكومة تطمن عرض السيد رئيس حكومة تفاصيل وأرقام هذا النسيج لقد لعب هذا القطاع أدواراً اجتماعية واقتصادية وأمنية خلال أزمة كوفيد بتأمين السوق الوطني وإمداده بالتموين والحاجيات الاستهلاكية وتوزيعه لجانب توفير مستلزمات الوقاية الصحية إنجازات أخرى مهمة حققتها قطاعات نشيطة كالاقتصاد الاجتماعي والسياحة التي عرفت في الآوينة الأخيرة انتعاشاً وانفتاحاً على وجهات وأسواق قارية جديدة بفتح خطوط اتصال جوي تعزيزاً للموارد السياحية وتنويعاً لمصادرها وننتظر كل الخير من هذا القطاع مع الآفاق الجديدة التي يحملها سيد الرئيس المحترم إننا متفقون تمام الاتفاق من كون هذه الحصيلة تعود للحكومة كفريق متكامل ومتضامن وأن القراءة الدستورية للحصيلة تؤكد هذا الاتجاه السليم وتقر بالمسؤولية التضامنية والجماعية للحكومة سلباً وإجاباً وإننا على يقين أيضاً من أن تركيزنا على قطاعات معينة والتي كانت على درجة عالية من الجودة الإنتاجية والاجتهاد في الأداء سيوافقنا عليه السيد رئيس حكومة المحترم من باب الإنصاف وإعطاء لكليد حق حقه واعترافاً منا للجهود المتميزة والقدرات الآذائية النوعية وتراكم الخبرات والتجارب المهنية الأداء لوزراء فريقنا وما شهدنا إلا بما علمنا والواقع يؤيد ما نقول سواء في زمن الرخاء أو في زمن أزمة كوفيد-19 التي ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف والخلل والهشاشة في منظوماتنا وقطاعاتنا ومؤسساتنا كما كشفت عن التميز الآذائي لبعضها وكانت فرصة أيضاً للوقوف على القطاعات المؤهلة للصمود والتكييف السريع مع تقلبات المحيط ومتطلبات تدبير الأزمة وتقديم الحلول والبدائل الذكية والملائمة لطبيعة الأزمة تدبيراً لتداعيتها وفق شروط حالة الطوارئ المعلنة إلا أن الواجب أيضاً في التقييم الذي يحظى به عمل الحكومة وحصيلتها لا سيما من الفريق الأول أن يتم بنفس مبادئ الإنصاف وقيم التضامن الواجب في الأداء الحكومي غير أن ما يهم فريقنا بالدرجة الأولى من مناقشتنا للحصيلة الحكومية المنجزة هو الحصول على رضا المواطنين والمواطنات واقتناعهم بجدية العمل الذي قمنا به وبدناه ومستوى الآذاء والآطال التي أحدثتها هذه النتائج والمبادرات على الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وجهات وأقاليم وجماعة المملكة يهمنا بالدرجة الأولى كسب تقة المواطنات والمواطنين وتعزيز هذه التقة بالوفاء بالالتزامات التي نعلن عليها والحرص على حسن الآذاء والإنصاط والتواصل المستمر مع جميع الفئات والهيئات والمهنيين والمحتاجين ووضع المصلحة العامة في المقدمة والدفاع على المصالح العليا للبلاد من جميع المواقع التي نتواجد فيها بصدق القول والعمل والتضحيات وحسن النواية استمرارية وتفاؤل وتراكم سيد الرئيس المحترم ينتظرنا ورش ديمقراطي كبير توافقنا على إعداد شروط نجه وعدته وليس لنا الحق في التراجع على التوافق الذي حققناه وليس لنا أيضاً الحق على البكاء على التوافق الذي حقق لأننا نحتكم إلى الديمقراطية كيفما كانت نتائجها ومخرجاتها ونحن على استعداد تام للمشاركة البناءة في هذا الورش الديمقراطي المتجدد بكل تفاؤل وثقة وتكريس للسلوك الديمقراطي المنتج للتعاقدات الواضحة المبنية على البرامج المنسجمة والمتناغمة مع ما أحقته بلادنا من مستويات إنجازية ومؤهلات مؤطرة للتنزيل والتفعيل السليم لمختلف السياسات العمومية وطنياً وجهوياً ومحلياً لدينا اليوم نموذجاً موجديد ومتجدد ولدينا زخم مؤسساتي واسع كما هيئنا مشاريع إصلاحية كبرى مؤطرة بسلة من القوانين الإطار ببعد مجتمعي وإصلاحي وهيكلي ومجموعة من المخططات الاستراتيجية القطاعية منطلقة على السكة القاومة إن هذا النطج الذي حققته بلادنا بفضل الإرادة الملكية المتواصلة والحرص على مراكمة الإنجازات وتطوير هياكل ومؤسسات الدولة وتدبير الإختلالات بالحكمة والحكامة والانفتاح المتوازن والاستباقية في التوقع وإعداد الخطط والحلول وهذه الإنجازية الجاهزية المتراكمة والتجاوب الدكي مع متطلبات مجتمعنا الطموح ونسعى في فريقنا بجميع مكوناته إلى المشاركة السياسية الفعالة والنظيفة أقول النظيفة والمستقيمة في المشهد الديمقراطي المنتظر والقطع مع الأساليب البائدة والبائسة التي أساءت لديمقراطية بلادنا والمتمثلة في استمالة المنتخبين الذي يمارسه البعض اليوم أو الطعن في الأحزاب وصدقيتها عبر اعتماد منطق التباكي الذي دأبت على ممارسته البعض الآخر طيلة هذه الولاية والتطلع للحصول على نتائج مرضية وإفراز نخب صالحة ومؤهلة لتحمل مسؤولية تدبير المرحلة السياسية المقبلة بنافس تجديد واستمرارية إصلاحية وجودة نوعية في الأداء والتنفيذ وخدمة المصلحة العامة بكل نزاهة وجدية ومهنية إن خالطت الطريق واضحة المعالم بمواعيد ومحطات معلومة ويبهوامش واسع للاجتهاد في الرفع من النتائج وجويدها والسريع مخرجاتها مع اليقظ في توقع المخاطر وحسن تدبيرها لأننا نعيش في زمن تنافسي الرهيب ومناخ متقلب وسريع الدوران ومحاطون للأسف بجوار غير آمن ومتربس لا يوفر فرصة للنيل من مكاسبنا وفرص نجاحنا وعرقلة مشارعنا وهذا قدرنا والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا جزيلا سيد النائب